إذن مشاهدين أفدت مصادر الحدث بأن الاجتماع الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية كان يضم القيادة المصغرة لوحدة الرضوان الحدث تحصلت على أسماء قيادية الرضوان الذين قتلوا مع إبراهيم عقيل في غزة في غارة الضاحية عفوا مصادر الحدث تفيد بمقتل القيادة بوحدة الرضوان سراج حسين حدرج بغارة الضاحية وأيضا بمقتل القيادة بوحدة الرضوان حسن حسين أبو ساجد وبالإضافة إلى القيادة محمد العطار وأحمد وهبي بالإضافة أيضا إلى عباس مسلماني وسراج علي ومهدي جمول وجواد السيد جواد اشتركوا في القناة